بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الصف الخامس الابتدائي حبيبي النهاردة انا جايبا لكم مجموعة الامتحانات اللي جات في الدراسات في الاعوام السابقة عايزاكوا تطلعوا عليها وتحلوها جبل او في اليوم اللي جاب اليوم امتحانة الدراسات عشان تتدربوا وتعرفوا النظام الامتحانات حيجي لك ازاي يلا بينا نستعرضوا الامتحانات دي اول امتحان محافظة القاهرة اول سؤال بيجي لك بيجي لك الخريطة تاني سؤال صح وغلط تالت سؤال اكمل او اختار نظام الامتحانات حيجي لك زي دي بالزبط عندي محافظة الجيزة مجموعة الامتحانات دي في الدراسات هتعلمك او هتعلمك ازاي اللي امتحان حيجي لك في مادة الدراسات عشان ما تباش الحاجة جديدة عليك وما تتفاجئش باي حاجة دي محافظة القليوبية دي الاسئلة اللي جات في محافظة المنوفية عايزك تحل كل الاسئلة دي بعد ما تخلص مذاكرة المادة وترجحها كويس تقعد وتدرب نفسك على حل الاسئلة دي لان الاسئلة اللي امتحان في الدراسات مش هتطلع برات الاسئلة اللي موجودة جدا دي محافظة الشرجية محافظة الغربية دي محافظة الدقاهلية انا جمعت جمعت لكم مجموعة الامتحانات اللي جات السنين الماضية في الدراسات عشان تتعودوا على اسلوب الامتحان وعلى الاسئلة اللي ممكن تجي لك في الامتحان ونظام اللي وارجة الامتحان بييجي ازاي وان شاء الله الاسئلة مش هتطلع برات شوية الاسئلة اللي في الامتحانات دي فركزوا عليهم وحلوهم وخلي مذاكرتك للمادة بعد مراجعتها ان انت تتدرب على حل الاسئلة تبقى عبارة عن ان انت تتدرب على انك زي تحل الاسئلة محافظة مطروح محافظة كفر الشيخ محافظة الفيوم محافظة المينيا محافظة محافظة